بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهد العزيز مع حلقة أخرى من برنامج دردشة نحو المعالي وما زلنا في صحبة أستاذنا زي عبدالله الشيباني مرحبا بارك الله في قسم سطفان نبدأ هذه الحصة إن شاء الله مع حديث نبوي شريف ينسج في الخصال العشر ويحدث عن ثلاثة الخصال التالية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة إن شاء الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام السمت الحسن والتؤادة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة تعليقكم على هذا الحديث عموما ثموا بعد ذلك ندخلوا على كل خصالاتنا على حدة إن شاء الله سبحان الله النبوة النبوة هو إتمام لمكاريم الأخلاق وهكذا قال الله صلى الله عليه وسلم إنما جئت لي أتمم مكاريم الأخلاق سبحان الله تسمت الحسن والتؤادة والاقتصاد كلها متعلقة بهذا الجانب الخلقي النبوي فهي أيضا طرف مهم بضع يعني جزء من بضع وعشرين جزء من النبوة يعني طرف من ورافة النبوة هو أن تريث هذه الأخلاق ومكاريم هذه الأخلاق هذا تعليق عادي وشوفها الترتيب ليجاب الحديث نبوه الشريف وترى أن المنهج النبوي يسير مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احترف الترتيب يعني هو ترجمة ل أو تفهم أو اجتهاد في توضيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا المنهج النبوي والمرشد الإمام الجديد لم يأتي بجديد ولكن جدد لنا فهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتى الله من علم رباني ومن علم عقلي ومن علم سلوكي فلتذكير أستاذ مصطفى وصلنا الآن الخصلة رقم سبعة كنظر نعم دوزد الصحبة والجماعة والذكر والصدق شروط التربية يذكروا بها وهي الأساسية وعلاقة لقوتها تكون قوة الثمار السبعة التي سأتيه وشوفنا في الحلقة الماضية البدل والعلم والعمل شوف بشخصية المؤمنة كيفاش كتبنا كتبنا أولا بالتربية ثانيا بالعمل اللي هو بادي بالبدل وعلم يعني العلم الشامل والعلم الأساسي وتكملوا هي هذه بهذه الخيصة اللي سنحن بصدها الصمت الحسان السؤادة والاقتصاد ونبدأ معهد الخصلة الأولى السعب سنت الحسان كيف سنقوله سنت الحسان وتمييز في كل شيء يعني ذلك المؤمن الذي نامس الإيمان قلبه وحب الله وحب رسول الله عليه وسلم قلبه كذلك ويتشوف في الأخيرة يبدأ في التمييز يبدأ عليه سنت سنت بدأ في وجدانه في كيانه الداخلي وآثار ذلك السمت وذلك التمييز الداخلي يظهر على شخصيته وعلى جسده فهناك إذن سمت داخلي وسمت خارجي سمت داخلي هو تواضع الله عز وجل رفق شفاقة إخبات الله عز وجل هذه معاني قلبية لا يراها الناس حب لله وحب لرسول الله عز وجل كلها سمت أو تمييز قلبي يفصله ويميزه عن الإنسان العامي المسلم العامي وآثر ما في القلب من تواضعين وإخبات الله عز وجل ومحبة الله والمؤمنين والناس أجمعين يظهر على شخصه في طريقة تعامله في نظافته في طهارته في جمال اختياره لباسه لمظهره أمام الناس يعني معتنيا بذوقه فالسمت الحسن إذن تمييز مالي يذكر سينيسي عبد الله وأنسى سسح الدس عن هذه المعاني نقلتاني مباشرة إلى آية من سورة الفتح نعم قول الله تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم نعم تراهم ركع سجدا يبتعون هذه كلمات تراهم يبدأوا بإذكر المعية محمد رسول الله الذين معه إذن تمك المعية التي هي أورستهم وحتى في السمت كان هذه السمت ديال أشداء على الكفار رحماء مش السمت هو شيء فقط نصنفه فيما يسمي المغاربات دريف والسلام لا عند وقت الشدة والقوة وكلمة الحق والصدع بالحق تهدك سمت تهدك سمت يتميز المؤمن فيه جرأة أو فيه شجعة في الحق ولله طبعا عاد يرفقه في تعامل مع المؤمن رفقون ولينون ورحمتون وشفاقتون ولطفون ورفقون وآناتون هذه وحتف كان يسميها السيد عبد الله لا كان يسميها ربما السيد سيد سابق أو سيد قطب رحمه الله كان يسميها بالمفاصلة نعم نعم أو يسميها الحديث النبوي بزيال هذه المصطلحات التي تكتشفناها في اللغة العربية عند أستاذ المرشد رحمه الله الزيال لو تزيلوا فهذا الزيال أو هذا التمييز يميز الله الخبيث من الطيب فالمؤمن دائما في سمته الحسن يميل إلى كل ما هو طيب وما هو جميل والله جميل ويحب الجمال فإذن ذلك الجمال الروحي الذي يمتاز به المؤمن يجب كذلك أن يترجم إلى جمال حتى في الجسد في عنايته بجسده بلباسه بطهارته بنظافته بكيفية تواصله مع الناس الآن في العلوم الحديثة يتكلمون على التواصل والتواصل فيه جانب شفاهي وفيه جانب غير شفاهي يعني شخصي فنقدرون نقولوا بأن هذا السمت الحسن هو هذا الجانبين ليس فقط يتكلمون بلعين برفق بلطف ليس خابر ولا ولا كلمة الأخرى اللي وردت في الحديث ولا فحاشا ولا متفحشا بل كلامه دائم لين كذلك تواصله الجسدي كفي كسمه في تواصل الحديث يترك الإنسان مقبيلا عليه يحبه يستحصنه لأن الفطرة البشرية جبيلت على حب الجميل وانفروض أن يترجم جمال القلبي وجمال الروح إلى جمال الجسدي والمعاملتي ما أتارني في هذا الخصوص سياسي عبد الله هو هذا الإضافة الحسن الحسن نعم السمت الحسن السمت الحسن معناها كان السمت السمت سيء محتاج السمت الحسن يستطفر هو نسبي دائما نعم الحسن حسب الوضع وحسب البيئة وحسب الزمان وحسب المكان فهذا سمت دائما نسبيته في الزمان والمكان فحسنه في نسبيته المهم أن يحقق لنا مفهم التواصل مع البيئة التي نحن معه هذا هو هذا نربطي نسب الغاية وهذه مهمة جدا طبعا نعم لكل شيء غايته هذا المستوى حتى الخطاب سي عبد الله نعم أو المستوى الرؤية كيف يكون الخطاب لديه خصوصية تمييز كيف يدعو في الخطابات الآخرين وهذا ما يلاحظ على خطاب جماعة العدد الإحسان وخطاب المرشيد الآن كثير من الناس يقرؤون كتب المرشيد تجديد تمييز وفيها أصالة فهي يحيرون كيف يفهمون كيف يصنف هذه الكتب كنت مع واحد الأستاذ قرأت كتاب كتب المرشيد يقرأ وقال لي يا سابد لا أعرف كيف نصنف هذا السلوش هو صوفي ولا سياسي ولا فقه ولا لغوي ولا نحطي فتمييز وبدأ في جمعه لهذا الأمر فسمته فهذا واحد نوع من التمييز والرجل السالك لطريق الله الزوج المجاهد في سبيل الله نعدي من هذا البعدين السالك لطريق هذا سلوك إحساني فرضي والمجاهد في سبيل هذا عمل يهم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون طبعا له صفات القيادة التي تصف بهذا التمييز لا يمكن أن يكون السالك الله والقائد لأمة صلى الله نحو الخلاص الدنيا والخلاص الجماعي لا يمكن أن يكون متمييز في ذكره في سمته في خلقه في عمله في خطابه في رؤيته للأمور لكي يقود الناس إلى هذا التمييز طبعا وأمة صلى الله صلى الله وحق تميز بأنها خير أمة أخرجت للناس ليس بحال كيف هي الآن كيف يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الخيرية هي ما يميز أمة رسول صلى الله صلى الله كما كانت على أهد رسول صلى الله وعهد خلاف الراشدين أما الآن فليست في هذه الخيرية التي أرادها الله عز وجل لذلك نحو هذه الخيرية وستكون إن شاء الله وطبعا تصدقون لوعدي الله ثابت في هذا الأمر سي أظلم مزيان دزول التؤادة بإذن الله سعال أهد الكلام في المعنى ديالها معنى ديالها الأولي نعم لاحظ بلوحي ونحن نتكلم على السمت الحسان تأرجحنا في الكلام على التؤادة كذلك الخيصلاتين كيمشوا مع بعضهم والتؤادة تحمل كل ما هو رفقون ولطفون ورقةون ولين ورزانة ورزانة والتزان إلى آخر ونحن نعود نتكلم عن التؤادة ونحن نتكلم عن التزان لدي الطبع والاقتصاد نشوف هذه الخيصلة الثلاثة كلها تعطينا واحد صورة على شخصية المؤمن التي تمتاز ب كل ما هو يعني لطف ورقة ولين وتميز ورفقون ولينون وطبعا التؤادة تحمل احتماء عن القوة في قول الحق وقول كلمة الحق تجاه مستبيدين متسلطين ما شهدك المفهوم ديال التؤادة والسمة الحسن فيه خون وخوم ودرواشة لا 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 واحد إنسان يقول هالتوسط بين الغضب لله مثلا هو سمت حسن وتؤادة أما أنت قول لكلمة بليغة تجاه منافقين أو مستبيدين هذا سمت حسن وتؤادة كذلك وتؤادة كل معاني الرفق واللطف والتزان والخلق الحسن ورصة أسلم في كثير من الأحاديث صنف أن صاحب الخلق الحسن في المقامات العلوى مثل القائم الصائم المجاهد في سبيل فتؤادة في هذه المعاني وكذلك يطبعوها الصبر وكما قال العسلم الصبر شطر الإيمان لا أريد أن نكتسبوها نحن تكلمنا عن السمت الحسن تكلمنا عن السؤال هذا يبقى السؤال لكيف تنطبع فيه وفعلا تبعان فيه عملا ظاهرا لا بدأ أن يبدأ بالعمل الباطني نعم دائما هذه الخصال التي لها وجه ظاهر لها عمق باطن على قدر على قدر على قدر تبتلك وذكرك وتوجهك الله عز وجل وحبك الله عز وجل وعلى قدر تعلق قلبك بالله عز وجل وعلى قدر ذكرك وصالتك ونوافرك وصيامك لكلها معاني ثربوية راه ضمنا هي معاني قلبية وستترجم بشكل طبيعي إلى السمت ظاهر أو تؤادة ظاهرة في كيف التصرف وطبعا هذا الشيء لا يتأتبع بين عاشس وضحى فعلى قدر اجتهاد في صيلة بالله عز وجل وعلى قدر على قدر ما كان نوصل لأنني نكتسب هذا الخلق هذا وكذلك نجانب الآخر كيمكن نبنيها من جانب الباطئ وتبدأ من جانب الظاهري فإيه كيف قال الرسول السلام تعلم اليقين فإني أتعلمه والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم فحتى البدل المجهود أنك تضبط نفسك في غضب أو تقدم غيض أو تحصن الظن أو كذا هذه كلها معاني أو تحصن الظن أو تلتم سعود هذه كلها معاني ديالتو على قدر ما كتجتهد باش تفرضى نفس ديالتو الخلق يعطي نور في القلب لاحظ بأن هذه الخيصة التربوية عندها اتجاهين ذكرك عبادتك توجهك الله عز وجل يعينك على ضبط نفسك لكي لا ينبوت عن جوارحك إلا ما يرضي الله عز وجل من خلق نبوي حزن واجتهادك في ضبط نفسك وكضم غيضك يبعث فيك نورا يقربك فكلها أعمال عبادية سواء ما تبدأوا به من ذلك أو ما تفرضوا عن نفسك من خلق حسن نعم وهذا كنت أحتاجه بزاف سيارة الله في هذا الوقت هذا كنت تكلموا عن العام في التطاحون كنت ألقوا في أي بلد من البلدان ديال المسلمين بحكم هذا فعلا كنت أكبر عالمي ولكن في المقابل قد يدفعونا إلى شرة قد يدفعونا إلى غضب زائد كيف يدفعونا هذه الخاصلة لعلها تسهم ما يطبع عصر الناس دي مصطفى هو حمية الجاهلية وعنف الجاهلية وتبرج الجاهلية الجاهلية تغطع على مظاهر الحياة وطبعا أوساخها وآثارها وصلت إلى المجتمعات الإسلامية المتخلفة لأنها طبعا كي يقولو تخضعوه لدين الغالب أو لنحلة الغالب فالغالب الآن هو الحضارة الجاهلية بما في عمين عنف فهنا تلاحظ وحتى في العالم الغربي الآن طبعا الناس مدربين على التزام بالقانون وعلى ما كنقولش مربين وقدر ما كنقول مدربين من فرق ما بين تدريب أو الترويض والتربية التربية هو استنبات استنبات طبيعي ومؤصل والترويض والتدريب هو القهر وضغط فيه جن القهر فالمجتمعات الغربية منضبطة بالقوانين والسجون وبالهدا وبالهدا لذلك مروضة الآن على هذا الأعمال طبعا ولكن غير كي ترفع هذا العنصور الضاغط والضابط تقع فيه جارات وكتوقع عنف فاليطغع بشكل عام على العالم هو هذا العقلية وهذا سمت الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية وعنف الجاهلية لأنه مرتبط بالدنيا و و أي شيء مرتبط بالدنيا لا هو هذه القساوة وهذه الغلدة وهذه الفضادة النقيب تماما لما هو مرتبط بالله وبرسول الله وفي الأخرة الذي يعطي رحمة وشفقة وليه في القلب سعبد الله بقنا وقية نخصه الاقتصاد وكلمة الاقتصاد مشتقة من من قصد من قصد نعم واقتصاد وقصد والقصد الكلمة أو الحروف التي تكونه تكون كذلك كلمة الصدق الصدق والقصد هذا كلها معاني وحدات تفتيل في الأخرى والمنهج النبو أصلا السن النبوية جاءت تضعنا على قصد على طريق قاصد لاحب وردت في حديث النبي عليكم هديا قاصدا هديا قاصدا نعم فهذا القصد من الأمور التي نتعلم أفسهم من النبوية المطهرة هو أن سيدنا الصحابة كانوا قاصدين في قولهم قاصدين في أعبالهم قاصدين في جهدهم ما كان الأمر ديالهم عابت وهكذا مفتوح ومشتت هنا وهناك كيف هو الحال الآن عند معظم مسلمين أمرهم هكذا منفتح ما شي قاصد فالاقتصاد فيه المعنى هذه للقصد و是不是ه طبعا معناه التوازن في كل شيء والوسطية وهذا التوازن الوسطية هو علو لأن عادنا نرجع العلم الشامل كذلك في الخلق كانوا أي شيء الشامل وهو التوازن في كل شيء التوازن في المشاعر التوازن في الحركات التوازن في كل شيء فالاقتصاد هوProf وتعبير عن الصدق طبعا. وهذا البعد التربوي الشخصي الفرضي. ولكن ما ننسو بني عندو كذلك البعد التنظيمي او العدلي. اللي هو الاقتصاد فعلا بالمفهم ديرو في الاقتصاد. يعني التقلل. التقلل وعدم الإسراف وعدم إفساد الأرض وهذا. فإذلك من المعاني اللي طبعا كيف يحملها مشروع المينهاج النبوي للأمة رسول الله سلم في في مشروعها العدلي. هو اقتصاد راشد. اقتصاد يحفظ الموارد من الإسراف ومن الضياع. اقتصاد يعطي الأمة قوة قوة في غذائها ويوزع الثروات توزيعا عادلا. هذا الجانب نقوله العدلي وكتير ما يتقل فيه. ولاش هاد. ولاش الاقتصادات دينا. نحن المسلمين كلها اقتصادات متخلفة جدا. إذا كان لدينا اقتصادات. نعم. نعم. لدينا اقتصادات. اقتصادات تابعة مفلسة خادمة لأجندات كيف كيقولوا استكبارة ليس إلا. حكمنا واقتصاداتنا اقتصادات تابعة وخادمة للمستكبير. ليس لا تشعر بالإسلامية أنه لديها شخصية مستقلة بل هي شخصية تابعة خصوصا أن المستعمر لم يخرج من البلدان لم يخرج مدين وما باقية ثقافية حتى وضع على رأس هذه الشعوب المسلمة المسدعفة حكام يخدمون مصالحهم ومصالحهم ويخدمون مصالحهم بخدمة مصالحهم ليس إلا هذا وإقتصاد الريع وإقتصاد المصالح وإقتصاد الزبونية إلى آخر فهذا لا يمكن أن يسمى إقتصاد أخير الإقتصاد يحاولون أن يحلون الأرقام والأدوات الإقتصادية التي يحلون بها إقتصاد إقتصاد غير مستقل إقتصاد غير خادم لغاية معينة إقتصاد لا يمكن أن يحلون سي عبد الله أن نقلك من هذه الجهو العام ما هو فردي أنا مسلم أريد أن أكون مقتصدا هذا القصد الذي تتحدث عنه نيتها أو هذا القصد تخطيطان وتكون لدي واحد رؤية في الحياة أو هذا القصد تقلولا وتخفوفا من الدنيا هذا كل أوجه ومعاني ديل هذا الاقتصاد أنا منشود غير بجأتني واحد ملاحظة هو أننا بحكم أننا ممكن يشف في بيئة إسلامية في دولة إسلامية في اقتصاد إسلامي في مجتمع إسلامية للواقع في الأمة الإسلامية لا تعيشون تحتضل سياسة إسلامية أو الاقتصاد الإسلامي لا يمكننا أن نحقق على المراتب في الاقتصاد على المستوى الفردي أو المستوى العائلي دائماً نحس بأن هجوم البيئة الواسخة حولنا كانت مستقلنا فأنا نصبره لأننا لا نحقق هذا التوازن الكامل لا في تربية أولادنا ولا في تعاملنا مع زوجتنا ولا كله لا بدأ يكون فيه نقص لأنه الهجوم كبير ديال الجاهلية على هذه الخالية فلذلك نصبروا نعرفوا بأننا نحن في ضرف خاص وضرف نهيار الأمة وفسد الأمة وأن المياه تصلنا من كل جوانب فنصبروا لي وكن واحد الحد أدنى يمكن أن يحقق الإنسان إلى فعلاً اجتهد على نفسه هذه الخلاصة التي نكون حتى في وجه الإخوان في تربيتهم الأسارهم والعائلتهم يقولون على قدر ذلك الشيء الذي تكتسبت على قدر ما يتلقاه في البيئة التربوية في زوجتك أو في أطفالك فهذا الشيء يبدأ منك إن الله لا يغير ما بيقومي حتى يغير ما بأنفسهم فهذا التغير الذي يوقع في النفس في توجه الله عز وجل في التزام بالخلق النبوي خماره وتكون إن شاء الله بشكل متزين على البيت وعلى الزوجة وعلى الأطفال صلى الله عز وجل وفقنا نكون من المقتصدين والقاصدين يا عربين إلى يطلبون وجه الله عز وجل ويطلبون التزام في الخلق النبوي الذي يعطي هذه الشمولية شكراً سي عبد الله وأحسن الله إليك مشاهدي عزيز أحسن الله إليكم وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله ما صبوا هذه الخصار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر